يوماً بعد يوم تزيد حصيلة أعداد الهاربين عبر الحدود العراقية إلى مخيمات الباغوز في سوريا ويختلط هؤلاء مع مجهولي المصير الذين سبقوهم بالوصول إلى مخيب مكتظ تجاوز عدد سكانه الـ 65 ألف هارب غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال اللجنة الدولية للصريب الأحمر تعمل على إحصائهم بقلق ففي يوم واحد وصل أكثر من 20 ألف عراقي تقتضي الاتفاقية العراقية السورية بإعادتهم إلى بلادهم متما خمدت الحرب وأعلنت تحالف انتهاء داعش إلا أن عدم حمل غالبيتهم للأوراق الثبوتية قد يعيق تنفيذ هذه الخطوة ويطيل الأمر من أسابيع إلى أشهر عديدة من بين الأشخاص الذين وصلوا إلى معسكر الهول لديك عدد كبير من الأشخاص من أصل عراقي الأرقام ليست رسمية لكن من المحتمل أننا نتحدث عن 20 ألف شخص بمن فيهم النساء والأطفال لكن المسألة تبدو أكبر تعقيدا فالمنظمة الدولية تتخذ بعض التدابير العاجلة كمحاولة لمشمل الأطفال المشردين معدويهم دون وجود ما يثبت أنهم على قيد الحياة من عدمه أما بالنسبة إلى غالبية النازحين ممن لا يملكون أي وثائق رسمية فلا يمكن حتى اللحظة فرزهم بشكل دقيق ولا يمكن تمييز المدنيين من المقاتلين ما يشكل خطورة على أمن مخيم الهول المعضلة الأخرى التي تواجهها منظمة الصليب الأحمر فهي غياب أي رد رسمي من الدول الأوروبية والآسيوية بخصوص عائلات مقاتلي داعش أحلام اليعقوب العربية